لقطة الجميع تحدث عنها بالأمس وكانت لقطة محترمة جدا ومش حاجة جديدة على النادي الأهلي لما تيجي تشوفها لأن احنا تعودنا على النادي الأهلي اللي هو يعلمنا المبادئ أو الصور اللي من هذا النوع طبعا احنا بقلنا فترة يمكن أكتر من أسبوعين حاليا أو عشر تيام تحديدا بنتكلم عن طبعا سيدة نائب رئيس مجلس الإدارة طبعا سيدة الوزيرة العامري فاروق هذا الرجل المحترم جدا اللي كان عنده للأسف لحد دلوقتي بيعاني من أزمة صحية نتمنى لي كل الشفاء بإذن الله لكن مبارح فكرة الجمعية العمومية وأول مبارح وفكرة أن يكون فيه كرسي محطوط برضو لسيدة الوزير العامي الفاروق أنه هو واحد موجود بوسطنا حتى لو كان غائب بجسده لكن هو موجود بالاسم بالمكانة خليني أقول لحضراتكم هذا الشكل يعني فلقط عجبتني جدا الناس كلها كانت بتعلق عليها بالأمس فأعتقد كان لازم نقف عندها الكريم ونقول فعلا انتحاءة كبيرة وده مش جديد على النادي الأهلي الرقية المعتاد هنقول لنرجع نقول الرقية المعتاد وهكذا تدار الأمور في النادي الأهلي وأي شخص ليه إسهامات مع النادي الأهلي بالتالي بيبقى له مكانة ويبقى له مكان في القلب بعيدا بقى كمان عن مقعد ما في مجلس إدارة ما نحن نتكلم على شخصيات استثنائية وقدمت كتير قوي للنادي الأهلي وعلى فكرة كل جماهير النادي الأهلي بيكنه ليه برضو نفس القدر من التأدير والاحترام وكل الحقيقة يعني دعوات الكل لم تنقطع طوال الأيام العشرة الماضية يعني نتمنى ان شاء الله ليه سيادة الوزير العامري فاروق الشفاء العاجل ان شاء الله بإذن الرحمن شكرا